احنا رح نحكي غير حكي بعد ما وقعوا بمصيضة السماسرة والمافيات هاربين من زل الوطن إلى إزلال الهجرة بتحقيق مع كلود أبو ناضر هندي أحد سبعة إلى عشر المساء على الام تي في أولا نحكي شغلناك عنا وما إلا خبار مين أنت أنا لازم أقنع بيك السد أنه مو أنت يلي قتلت النائب أقوى وأعلى نسبة مشاهدة للدراما تركية جديدة أبا ضاي تلاتة حلقة والسبت حلقتين بعد الأخبار على الام تي في لتشوف الوقت في ساعة لتتوقع الطقس في ميزان لتأكد تاريخ في ميزان لتعرف بلد وين لايح بموضوعي تنين تسعة ونص مباشرة مع الام تي في تاريخ في ميزان تلاتة حلقتين أخفرانسكا لينبونك ليبانو فرانسيز جمع لغاية مين ونص مع كل دولار تصرفوا بلبنان أو بالخارج تغار عليه؟ أنا ما بخاف ما بتغار أنا مبانا بغار على المسرح أنا هبا الوحشة صعبة كتير تلاقي هيك موهبة عندها هبات أكتر من أنه هبا ماذا هيدا؟ زمان شعيزي؟ فالسو تكما بحرف أنا أن جوز حكيم لأي جوز حكيم ومع جنرال؟ هم يقولوا عم بتبكينا وتضحكنا بنفس الوقت كل دقيقة واحد يقعد في السجن هو بسير يتغنى له ليش فجأة اختفيت كنت عم بعمل كروشيك وعلى طول في حديث عن علاقة غرام مع أسامة الرحباني مانا إيش عم شعب حديث البلد الليلة تسع ومس على الانتجي أهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة الحوارية من بيروت اليوم حيث أصديف نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأساز إلي الفرزلي وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه الخوف يخيم على عاصمة الشمال بعد استدعاء عيد ولماذا الأخير يعتبر خطا أحمر وهل طرابلس أمام معركة جديدة بين مقاربتي الغرور والتواضع حول تشكيل الحكومة ما هو المنتظر على هذا الصعيد أهلا وسهلا فيك دولة الرئيس إلي الفرزلي نائب رئيس مجلس النواب سابقا دولة الرئيس لو سمعت خلينا نبلش من النقطة الساخنة النقطة الساخنة اليوم هي طرابلس علما أن الجولة السابعة عشرة انتهت منذ يومين لكن هناك تطورات مع استدعاء علي عيد وليس رفعة عيد على خلفية توقيف سائقه المتهم بتأمين وصول المتهم الرئيسي بتفجيري طرابلس أول شي قراءتك مقاربتك للوضع في طرابلس أولا نسير إلى القول أنتم ونحن لإدانة ما يجري في طرابلس كبلت كعاصمة لبنانية أن تتعرض حقيقة لشغلي مرفوضة وممجوجة وهي عبر استمرار حالة التفجير من كنفة واللي أدفع المواطنين طرابلسيين بشكل عام والتمنج لا شك أنه نحن متفقين في جزء من قناعة عامة أن ما يدور في طرابلس هو نتيجة من نتائج التدعيات للمعركة الدائرة في سوريا والصراع في المنطقة ككل والترابلس تدفع ثمن هذا الصراع الدائر اليوم أصبح من الواضح جدا الرط المباشر وقد صرح بذلك اللواء أشرف ريفي أليس كذلك عندما قال أن معركة القلمون ستؤدي إلى ما تحبط عقباه على مستوى نتائج المعركة في طرابلس وحدد الأهداف هذا الأمر اندلل على شيء يدلل أنه فيه ربط مباشر لما يدور على الساحة الطرابلسية وما يدور على الساحة السورية وهذا أمر لا يجوز أن يستمر ولا يجوز أن يدفع ثمن أهل طرابلس وأنا أعتقد أن الدولة اللبنانية وبالتحديد القوى الأمنية يعني الدعم السياسي إلى والغطاء السياسي لو شعرت بجديتها أنا أعتقد كان الإداء كمان بيكون أكثر تجرؤا على الوضع القامل تب لا شك أنه دولة الرئيس أنه هناك ربط مباشر بينما يجري في الإقليم خصوصا في سوريا علما أنه يعني والدليل على ذلك أيضا الرئيس السوري في مقابلة الأخيرة يعتبر أن جبل محسن له خصوصية خاصة وهو يعتبر كمحافظة سورية شوف الحديث وين يعني فيه خصوصية سورية وهذا الرابط صحيح لا هذا أحد أشكال الرابط لأنه الرابط بده التنجو بده فريقين بشيء هذا أقول لهم بتعبير آخر من هذا الرابط المباشر يا دولة الرئيس لأنه حقيقة قائمة لأنه حقيقة وده ليس بالأمر الجديد كنا دائما نرد حقيقة قائمة شو يعني؟ كنا دائما نرد أجغرافيا مختلفة لا دعني اسمحني لألك لا مش مختلفة لألك ليس بالأمر الجديد أن وإلا شو كان مبرر الفكرة الاستقلالية الأولى استقلال لبنان بنع فلسفة حيات ذات مضمون استقلالي شيء شو قال؟ لا نريد لبنان ممرا أو مقرا لعوامر عدم الاستقلال لا ذهابا ولا إيابا هذه القاعدة تم خلافتها بامتياز كما أنه فكرة الاستقلال اللبناني منذ قديم الزمان قامت على المعادلة التالية أنتم يا أمراء الجبل تقومون بحماية الثغور أي حماية الداخل العربي من الاتيان من البحر مقابل اعترافنا باستقلالكم عندما يتم أبط الباق للهجومات من البحر على الداخل العربي يسقط ثقافة الاستقلال ثم أتى فكرة الاستقلال وكان الصراع الكبير بين الانضمام إلى سوريا أو الانسلاخ والتقسيم والذعب بالتجاه الغرب وكان الحل بعباقرة الاستقلال عندما قالوا لا نريد لبنان مقر أو مقار هذه هي فلسفة الحياة الحقيقية للبلد طبعا كانت قبل زرع الكيانة الإسرائيلي وإيش الكيانة الإسرائيلي اللي يزيد التعقيدات ولكن لم يمر مرحلة من المراحل إلا كان لبنان واقف ضد فكرة زرع هذا الكيانة ضد الإسرائيل الأخطر من ذلك أنه عندما قاموا الزعمات اللبنانية قبل 68 وال67 يقولوا تركوا لبنان داعما لوجستيا وديبلوماسيا وإعلاميا للمعركة مع إسرائيل أصرت فئات معينة واضحة الأهداف أن يذهب لبنان ويكون جزء من جبهة الهجوم على إسرائيل وكان ما كان من إدخال وأقحام لبنان بالصراع العربي الإسرائيلي اللي لم يعد تقدر تطلعت منه منذ عام 1967 حتى يومنا هذا اليوم أنت شو أبتدفع تبن أن تدفع تبن أنك حاولت بعد الألفين وعشرة أنه يكون لبنان خارج إطار أن يكون جزء من الصراع الدائر على الساحة السورية رفع شعار النائب النفس الذي يوصيه شعار صحيح ماء بالماء ولكن عندما رفع لم يتم تعميمه على مستوى الأرض كما يجب فأقحب لبنان بالساحة السورية وكان الفعل وردت الفعل ولكل فعل ردت فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه يعني بالعودة لما قلت دولة الرئيس بدأ لبنان يخرج من مبدأ الحياد عندما وضع نفسه في مواجهة إسرائيل لا مش عندما وضع نفسه هو يجب أن يكون في مواجهة إسرائيل لكن المواجهة مش بس بالبرودي ما في طريقة أخرى المواجهة كانت بالديبلوماسية وبالإعلام أم بحكيك سبع وستين وست وستين ومرحلة إشتا وبعرفها يعني عرفت عليكي أما أما وقد أقحم في الأزمة من فتح لان وبيجي فكان ما كان معاش فيك تقول أنا بدي أرجع للاية السبع وستين نحن اليوم الأزمة أشد الأوجاعية الأوجاع الحاضرة في حرب دائرة بسوريا في غاية الخطورة بلشت في مرحلة معين لم يستطع اللبنان أن يبقى لا ممر ولا مقر لعوامل عدم الاستقرار وتتذكر صاحب الغطة البطرق الماروني طرح الصوت علنا في المحافل الدولية من فرنسا بالفتيكام باللبنان نحن لا نريد لبنان لا ممر ولا مقر لعوامل عدم الاستقرار في سوريا هذه الفلسفة الاستقلالية التي البطرقية المارونية تفهمها وتفهم فلسفتها تماما وكمالا ولكن لم يتم الالتزام أبدا قد دولة الرئيس ما هي العوامل التي دفعت الى اقحام لبنان وتحويله الى ممر ومقر أنا رأي العوامل الواضحة بهالمنطقة شو هي بيرترنت راسل درس سأل نفسه سؤال وهي وجهة نظري متواطعة قال طيب ليش بهالغرب عبر تاريخه الطويل نتيجة كل صراع بين رجال الدين والمدنيين أو العلمانيين سميهم البدكين دائما كانت انتصرت بالنهاية الفكرة العلمانية أي أنه ما لله لله وما لقيصر لقيصر بالشارع على طول نتيجة الصراع بين الإكليروس أي رجال الدين الكهنوت أم بيحكي بس بالإسلام والمسيحية أم بيحكي من أيام الميزيبوتامية وبلاد الفراعنة لليوم المعركة كان ينتصر فيها دائما رجال الدين طرح سؤال طرحوا عن نفسه لماذا؟ قال لأن الشرق شرق والغرب غرب هذا الشرق منطلقاته منطلقات طائفية ودينية ويجب أن نعترف بذلك ونقول بصراحة وعلنا وعلى رؤوس الأشياء أنا عروبي بامتياز تبه هو أحدا يكون عنده أشكال عروبي بامتياز ولكن يجب أن أعترف أن الطيار الديني غلب وقهر ولوى ذراع البخ الخلف أنه أنا في معركة تطابع مذهبي في مكان ما بدي أتورط بالصراع مع الشنيحة المذهبي الذي أعتقد أنها إذا انتصرت تتحول إلى عمق استراتيجي لي للانتصار على الجميع الذي أنا أعاديهم في الداخل أنا اليوم معركة شو؟ كمان بين الكليروس بين الدين والعلمانية ذي الطابع طائفي طبعا 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 دون تردد أحد جوانبها الرئيسية أحد خلفياتها الرئيسية وإليك كل هلأ بيصير قدامك شو؟ شو كل هلأ بيصير قدامك شو؟ الثورات العربية انطلقت من طابع الديني هذا المسيحي بالعراق اللي قاعد أبيزرع بسهل الأنبار أو بسهل ناينوة لما بيعرف شو فيه بهالدنيا ليش الراحة عليه وانقتل وانضرب التكنيسة ومعبنه لا شو السبب؟ لا إله عليها بالسلطة ولا بيأثر بالسلطة ولا بيقدمه بأخر بالصراع ليش الراحة الله وانضرب؟ شو السبب؟ طيب إذا اعتبرنا بقية مكونات المجتمع بصرف النظر أنبعم الدراسة موضوعية كمراقب لما يدور على الساحة بقية موضوعية من المدارة بقية موضوعية وانتقية موضوعية فإن يتحدث ما يتحدث حتى يتحدث رغم دراسة لديك موضوعية 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 مسيحية بفلسطين المحتلة. متصفي اليوم بهذا العصر 0.05. من قبل الصدفة بلد مثل لبنان أبديش أذكر 75 وما تبعها من مجازر أدت إلى ما أدت منهجرات. بدي أعتبر لبنان بدأ فتي منذ عام 1989 بعد اتفاق الطائف. يجي من انطبق اتفاق طائف تم الاتفاق عليه. تاخد صلاحية رئيس جمهورية لمصلحة مجلس وزراء مجتمعا مقابل توقيف العام على أساس مناصة في مجلس طواب. بتصفي القصة تنفيذ خطأ للدستور. منحطها بدهر الوصاية بتفل الوصاية. بيظل التمترس والعيناد والفجور بالاعتباء على هذا الدور في لبنان الذي يشكل دورا قياديا ورياطيا في نهضة لبنان وفي أن يكون لبنان عاليا كالشمس في المنطقة. كيف هذه بتجوز؟ كيف هذه أيها؟ إنه خليكم تفليسي توزع ثمامها النيابية على مختلف الكيانات المثابية الأخرى. شو هل حكي؟ هذا عقل لا علاقة له ببناء الأوطان لا علاقة له ببناء الدول لا علاقة له بثقافة الغاء الطائفية السياسية التي نطمح جميعا إليها. شفت هالمرافعة كلها؟ شو قلت لك بالآخر؟ نطمح جميعا لبناء دولي ذات طابع علماني طابع مواطني طابع المجتمع المدني الحقيقي. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس دولة الرئيس؟ نحن مجتمع طائفي على أساسك في أخلاق تبري هل رحنا للأمطرح تاني بس خلينا نفتح نافزة بهذا الإطاق؟ لا شيء، لا شيء. طب على أي أساس نطمح إلى بناء هذه الدولة العلمانية سمها مدنية. مش علمانية مدنية. ونحن 17 طائفة هذه الطواقف ترسم توازناً معيناً فيما بينه جيد بحافظ التوازن كيف إذا شلت الطائفية كيف بحافظ على التوازن هذه مقاربة أولاً أنا أنا شخصياً هذا أبقلك طموح بس نحن شو قلنا بالدستور شو بيقول الدستور بيقول تؤلف لشني تدرس السبل الآية التي يؤدي يمكن ما تتوصف يعني إذا يمكن ما تتوصف يعني إذا هيدا اللجنة ياللي قصدينها ما تتوصف ومثل كافة اللجان التي تشكل سرق القصة من سنة الستة وعشرين التماساً للعدل والوفاق تراعى مصلحة الطواقف بصورة مؤقتة مش هيك بدستور الخمسة وعشرين ورجع اتأكد بدستور الثلاثة واربعين ورجع اجعى دستور الالف تسع وثمانيين ذو الطائف يقول وتراعى مصلح طواف بالأحوال الشخصية أيضا موجود موجود طيب الدستور قال لك أنت مجتمع طوافي من الآن وحتى يتم إلغاء الطائفية بدك تنجبر تراعي مصلحة الطواف وتنجبر تأكد على صحة تمثيل الطواف وتنجبر يكون هذا التمثيل إلو فعاليته صحته ما زال في بنجبر ما زال في بنجبر في طواف في طواف عندك جزيري مستقلة وفي ثلاثة في مؤتمر المسيحيين المشيقيين بالحبطور في الثلاثة الشعر ويأتي شخصيات عربية كثير ماين وتيك السبتغا لكي يبقى ذات طبع رسولي أنصف وطبق التستور بصورة سبيلة ما بيتطبق له نتيجة الخلفية الطائفية طيب هايك العلاقة بين الطوافهم والطواف الأخرى ببقية مناطق العالم العربي والإسلام نحنا هذا الشرق وشرق الخلفية خلفية الطائفية نحن لا نستطيع أن نستمر في هذه الطريقة من التصرف نحن نريد هذا اللبنان بساعة البندي بقول لبنان أولا بس إلي مصلحة وبس بفتح شراقي وشهيتي بس إمكانية تغير الطابع الديني في حكم بلد بتصفي لبنان بش أولا بساعة البندي القصة مزاجية ومصلحية أقدموا على فق الارتباط بين أزمات المنطقة ولبنان هذه هي المدخل الحقيقي لإنقاف طرابلس من برافم لحتى نرجع نرجعنا بس بدي أرجعنا أنا بدي أتوقف قليلا عند صور وصور وصول الجثمين الذين وصلوا اليوم من أندونيسيا لدى وصولهم إلى منطقة البحصاص هذه الصور الأولية لوصول هؤلاء الجثمين الجثمين اللبنانيين الذين كانوا ضحية غرق المركب في عندوني سبب أعرف إذا فينا نسميه مركب دعونا نرجع دولة الرئيس إلى موضوعنا طرابلس اليوم طرابلس في القضاء اللبناني فرع المعلومات أول شيء مسك القضاء اللبناني قضيتين في التفجيرين المعلومات في اتهام لشخصية مقرب تعرف أنا محامي جزيلي عظيم عظيم وبالتالي أنا ما بقدر أعطي رأي لا يا دولك الرئيس أنا مش مطالح عمين بدي أتكل بالحق على مين بدك تتكل عمين يعني القضاء سقر سقر قال كلمته والقضاء يقول كلمته فيه هذا موضوع يعني موضوع بيخص أنا حتى لو قال يا دولك الرئيس لا لا أتني مؤربتك لا لا أنا محامي طيب أنا بدي أطلع على المضمون لحتى أعطي رأي كيف بقدر أعطي رأي غيابي منين إلي حق بالإعلام كله لايك طلعينا أربع سنين اجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان بأسة الزباط الأربع يعني هناك تشابه هناك تشابه بقضية رفعة عيل بقضية تفجير ترابلس لا 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 ما أبقل هايت أرجوك تفهم أنا الأمور قياسا عليها ضلينا أربع سنين نسمع اجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان حول توقيف الضباط الأربع واتنولى الإعلام والمديد الإعلامية والتلفزيونيات وطلعوا محاميين ينظروا هايك ويقضوا بوز نقار شو طلعت النتيجة وطلعت المحكمة الدولية قالت أو أريد أقول لك بالنتيجة أريد أقول لك النتيجة طيب شرف طيب تفضل لا شرف شرف عم تحاول دولت الرئيس تربط ما يجري في طرابلوس ما قضية الدباط الأربعة لا 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 كمان لا مش صحيح أبحاول أربط بمنهجية البحث نين إلي حق أنا كشخص غريب بش مطلع على مضمون تحقيق إني أحكم على موضوعية مو أفقاد التحقيق والنياب العامة أو عدم موضوعية التي استندت إلى تحقيقات فرع المعلومات اللي هي تعتبر ضابطة عدلية هذا بظل ظروف معينة في أزمة ثقة بالقصة بين هذه الأطراف أنا لأقول التالي أنه خلي القضاء يلعب لعبته ويمشي دون أنا أن أتدخل واعترائي وإشتهد فوق اللزوم بهذه المساعدة عظيم خلينا عندي نقطة ما عليش ما رح شارعك بقضيتك بس حضرتك عم تقول بسأل لي معك حق بسأل لي معك حق طيب بساطة طبعا دولة الرئيس أنت رجل مؤسسات رجل دولي تتحدث عن أزمة ثقة لجهاز أمني لبناني هذا الواقع عظيم هناك أزمة لماذا هناك أزمة ثقة مرتبطة بالسياسة مرتبطة بالسياسة يعني هناك أزمة ثقة بالجيش عاثفا على التعبير إذا بتفوت عطرا من شريحة هناك أزمة ثقة بإتجارات تخبارات الجيش اللبناني من شريحة ثانية بأزمة فرع المعلومات نحن مؤسسات حضرتك رجل مؤسساتي طبعا كيف إلنا حق كلبنانيين أن لا نثق بأجهزتنا الأمني ما في تنسي ما إلنا حق ما إلنا حق كلبنانيين إلا أن نثق عظيم ولكن حقنا على الأجهزة الأمنية كلها دون استثناء وأن بحكي كرجل عادل وحيادي وعلى مسافة واحدة بهالمسألة من الكل مع المبدأ مبدأ المؤسسات أن لا تخطئ المؤسسات بأن تكون دمية لكياناتها التابعة له فقط إلي حق أطلب الطلب أو لا من اليوم فرع المعلومات اليوم فرع المعلومات ما بسمح لنفسي أنا سمعتني شي مرة طلعت على تلفزيون أنا سمعتني شي مرة استعملت دمية أقول لأي جهز ليش بولوس الرسول بيقول الكرامة لمن له الكرامة والمهابة لمن له المهابة وقت تسمح لنفسك أنت تستبيح ذاتك الآخرين بدوا يستبيحوك لذلك هذا الموضوع أنا لا أستطيع أن أعطي رأيي فيه وأنتنع عن إعطاء الرأي فيه وأنصح كل اللبنانيين بالإمتناع عن إعطاء الرأي فيه لأنه ليس لديهم يعطوا رأيي فيه طيب لكن شر هل يوجد خطوط حمر يعني اليوم رفعت عيد رئيس الحزب الديمقرية يقول أنه استدعاء علي عيد خط أحمر من يرسم الخط الأحمر وما هو الخط الأحمر هذا بالسياسي هذا كلام ابن عن بيه بعملية الاستدعاء استعمال هالتعبير خط أحمر أنا برأيي ما في خطوط حمر على أي إنسان تجاه القضاء ولكن بوجهة نظره حسن ما أبي قولها أبي قول بتعبط ريا أخرى أن استدعاء علي عيد ذات خلفية سياسية فبالتالي إلي حق استعمال كلمة خط أحمر هلا أنا ما بيقدر إحكم إذا كان في خلفية سياسية أو لا ما بيقدر إحكم على المطمود لا إلى أنه مش مطلع على الأسباب الموجبة التي أملت على قاضي التحقيق العسكري أو عن نيب العسكري مفوض الحكومي استنادا لتحقيق أمن المعلومات ليس تدعفوا لهم يعني هناك تشكيك أنا ما قادر إحكم أنا محامي أنا وقت أتوكل دفاعا عن متهم بجريمة قتل وفوت عند المستمط أو قاتل قرار من نياب العام بش معناتها التشكيك معناتها وش التنظر أخرى ما قادر ما قادر إدلي برأيي وأنا جاهل أجهل الموضوع لو أنا مطلع على المضمون أنا بقيم نهاية كيف يعني شكيك يعني ما هي الطريق المصلأ الذي كان يجب أن تعتمد في قضية التفجيرات المحاكمة الناس بكل حق وأنا بدك رأيي بقضية التفجيرات كان لازم مجلس وزراء يجتمع يوحد الأجهزة الأمنية وكل أجهزة أمنية تكون كلمة واحدة وصوت واحد التحييي بمسألة التفجير تبيان الخط الأبيع بالخط الأسود ما أحدا بيمتلك الموضوع بيظل التقسيم الطائفي والمذهب الموجود بالبلد لا أمن حام الله صار في اجتماع أمني برئاسة فخامة رئيس بب عبداء خلي الضابطة العدلية لأجهزة الأمنية كلها باعتبرة ضابطة عدلية اليوم يجتمعوا ويقرر يقولوا هيدا هاي التحقيقات عظيم لكن دولد الرئيس صار في اجتماع أمني برئاسة فخامة رئيس بب عبداء ومشاركة الرئيس الرئيس ميقاتي وقالوا أن الأجهزة الأمنية تنصق فيما بينها جيد عظيم ليس بس الخطة الأمنية ما هذا تابع أيضا للخطة الأمنية المعتمدة في ترابلوس يجب أن تكون هاي لازم أنا بمسألة أنا مسألة الأمن والتفجير ما بلعب فيه لو أخوي يجب أن لا يكون فقراصه بظلي أو حمي مسألة الأمن والتفجير مسألة تتعلق بأمن الناس كلهم ما في حدا فقراصه يعني هناك في أنا شخصيا ما في حدا فقراصه خط أحمر بوجه إذا كان في عدالة حقيقية يجب أن تطال كل الناس واضح الكلام واضح عظيم ما بدك تحكي عن ترابلوس ما بدك تحكي عن هاي المقارنة الأمنية لا ما بيحكي عنها لأني ما بعرف فيها بس سياسية نعم نعم أهل ترابلوس بيعرفوا حقيقة الوضع على الأرض وأهل ترابل أبن لك عن رأيي العام ترابلوس يقول له بيعرف حقيقة الوضع على الأرض بالأمن وبالسياسي وبالتصرف وبالخلفيات وبالأبعاد القريبة والبعيد بس حرام بس حرام ترابلوس تدفع الأثمان عظيم ترابلوس تدفع الأثمان لكن ما عليش خلينا أطرح هذا السؤال بشفافية ما عليش دولة الرئيس إلى أي مدى السياسيون اللبنانيون متورطون بما يجري متورطون حتى بدفع الأموال حتى بتوزيع السلاح حتى شو؟ بأعطاء الخط الأخضر وأعطاء الخط الكلام الذي قيل ورد بالقدر اللي منعرفه نحن كمواطنين عاديين منتلقى في الأخبار قيل الكثير حول الموضوع حول تورط السياسيين بالقصة وحول الدعم المادي وحول محاولة بعض السياسيين يعملوا زعمات على أنقاض الاستقرار عبر إفراز رموز الحرب وتمكنهم من الشارع بطرابلوس قيل الكثير قيل الكثير لكن موقف إلي الفرزي شو بيقول أنا ضدهم عالنا ضد هؤلاء السياسيين على شك ضدهم إنما تعتقد أنه هناك تورط لبناني وليس شو طبعا تورط لبناني طبعا في تورط لبناني اللبنانيين هني الوكالياء المعتمدين هني البروكرز ولو في شك بالقصة يعني يعني أنه خلفية تورط دولة الرئيس خلفية طائفية أم خلفية سياسية بامتياز طائفية ومذابية تبدأ مذابية وطائفية وتنتهي السياسية طبعا أو سياسية ملبسة أو طائفية ملبسة بالسياسية أو العكس الأمور نتائجة واحدة هي أنه أهل طرابلس أم يدفعوا ثمن كلهم سوا نون استثناء لا شك دولة الرئيس هذه الحكومة يعني فيها من جميع الألوان والأطياف الطائفية والمذابية ثم تميعت برمبيره كان مع أحد المسؤولين أو النائب سابق خلينا نحكي مصباح الأحدى يتهم دولة الرئيس بدفع دولة الرئيس ميقاتي ويحمل مسؤولية لكافة نواب طرابلس والوزراء عفوا وزراء طرابلس يعني هل الحكومة اللبنانية منقسمة فيما بين في طرابلس طائفيا وسياسيا؟ منقسمة ومن كان من أول يوم تألفي وإذا شيء قلته بالإعلام أول ما كلفوه للرئيس الرئيس ميقاتي لديه رئيس ميقاتي واللي أبيقوله مصبوط شو بدي بالنواب أنا مش متطلع على الأرض شو أبي سيد بس بالنسبة للرئيس ميقاتي شخصيا واضح أسلوب تصرفه كيف طلع أحد المتهمين كيف طلعوا في السيارة كيف تلقفوا مع احترامي للشخص ما إليه عليه شيء أنا بس هذا مش تصرف رئيس وزارة الرئيس دولة واللي بيعمل هاي بيعمل الأكبر منه في اعتراف بدفع الأموال لبعض قادة المحاول هل هذا سر؟ مش مني هاي إطلاق وهذا كلام مضبوطة بيقوله الأستاذ بصباح الأحد هلأ بالنسبة للنواب أنا مني على الأرض لا أعتراق لا أعطرائي بشغلي ما بعرفها بس لا أبداً بعدين الحكومي ما كان يقوله حكومة حزب الله وإنه الله يا عمي هاي دمية حكومة تمثل الكيانيات المذهبية القائمة أول ما تكلف وأرسل نجيب الميقاطي محظ الألقاب دولة الرئيس لأن حزب الله من التوجيه الخارجي لا يعملوا الاتفاق لا يعملوا الاتفاق على إنشاء حكومة لا يقدروا يفصلوا لبنان أمنياً عن السيحة السورية باعتبار أن السيحة السورية بتضيينها ستة شهر بتكون بها الأسناء قضية الأمر الذي فيه تستفتيا حساب الحق المطلئ على حساب البيض وراح الرئيس ميقاتي على دار الإفتا وانحطت الثوابت تحت عنوان خصوصية الطائفة السمية البيان موجود البيان موجود وأخذ يتصرف على الأساس وأمن الجهوزية بتعرف البسكتبول في المانتومان التسكير المانتومان أنت الرياضي لازم تكون في المانتومان قاعد شغلته بالحكومة على المستوى الداخلي يعمل مانتومان مع العباد ميشيل عون للحقول دون تحقيق أي نائلة نوعية خدمية ضمن الحكومة حسب الاتفاق اللي تم مع المعنيين في الكيان السني والآخرين كيان شيعي وكيان درسي وقضيها الأمر الذي فيه تستفتيا طبعا هاي شوف صلب خمين عندك سبع لبرنبوم أن الحكومة سبع لبرنبوم هاي اللي حلوة بريك أصير دولترا شهرين الكرام بريك أصير وأنا أعود إلى بيلوت اليوم أوقات دفع صغيرة بتحقق لكتير الكرد الشخصي من بانك بيبلوس مزينكم مزونا يا حياتي شهدوني مرسل 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 امرا سيفو نيو شو بالفليروم كل خليص مطلب للتغيير مرصد حقوق المعوقين زين الأتاب طبيعي الطبيعة تحبه أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم وضيفي الأساز إلي الفرز دولة الرئيس نائب رئيس مجلس النواب دولة الرئيس نحن نحكي عن الحكومة يعني ما عليك خلينا نروح شوي إلى كلام السيد حسن مصر الله وهذه المقاربة التي رماها بين مزاوجين في واجهة 14 أدار تواضعوا وتعالوا إلى صيغة 9-9-6 اليوم ربما غدا لن تكون هذه الفرصة متاحة لكم يعني 14 أدار اعتبرتوا مكابرة المستقبل اعتبرت خطاب الغرور والاستعلاء السؤال اليوم إذا كل فريق هل قد متباعد إذا كل فريق عم يتعامل مع الثاني بالاستعلاء والمكابرة ويدعو الآخر إلى التواضع نحن بأي اتجاه رايحين اتجاه وحدة الصف أو الانسلاخ التام قبل ما نحكي لو نريحين استاذ وليد بيك جنبلاط الذي هو يشكل لا يزيل حتى اليوم مفقا لموازين القوى النيابية القائمة بيشكل بيضة الإنبان هو الذي قال عندما أعلن صرف النظر عن صيغة 8-8-8 قال هلأ مناسبة 9-9-6 وخلينا نعملها نحكي بالـ 9-9-9-9-6 من زمان يا دوت الرئيس هذه مقطة بالطرف الآخر لا من زمان الطرف هو التالي الطرف الآخر أبيقول فيه خريطة نيابية فيه إلى أحجامه الشيئي رح يتمثل بكل حجمه الدرزي رح يتمثل بكل حجمه الشيئي رح يتمثل بكل حجمه شرفوا على المسيحي شوفوا الخريطة النيابية ومسطوا بكل حجم تمنع قالوا 8-8-8 إجى بالآخر نتيجة تطور الظروف الإقليمية وليد بيك جنبلات شو قال قال هادي معيش متوفرة خلينا نمشي 9-9-6 يمكن تكون هلا أفضل من بعدها ما بعود يطلع لكل شيء إذا مين قالوا الأستاذ وليد بيك جنبلات طبعا مش نيتوا المقابرة الأستاذ وليد بيك وقت إجا سميحت السيد أمي الخطابه أن بيرجع بيأكد مضمون هذه المقولة لا يشجع الأطراف ويستفزوا يستحفزوا إذا صح التعبير ويستجنبهم لمنطق أنه إذا تطورت القصة وظلت مثل ما هي وخصوصا إقليميا موازين القوى رايحة الاستدارة الكبرى اللي بلشت بالاتفاق الأمريكي الروسي وجاي على المنطقة بإمكانية اتفاق الأمريكي الإيراني إن إكساتها على المنطقة وتدعيتها ستكون خصوصا بعد فشل الضربة العسكرية على سوريا وإمكانية بقاء الرئيس الأسد رئيس أسد ستنعكس سلبا على السيحة وبالتالي قد لا تكون متوفرة بوصير دولة الرئيس حضرتك قلت أنه استخدم هذا التعبير استخدم هذه المقاربة لجذبهم إلى إلى هذه الحكومة يستحفزوا بس برأيك هيدا عامل جذب أم عامل بعد يعني حقا 8 أدار تريد تشكيل الحكومة حتى بهذه الصيغة أم شو أنا قراءتي المسألة مش مسألة 8 أدار ولا 14 أدار مسألة مسألة موازين قوى إقليمية وفي استفاف إقليمي أس عرفت علي تغير الاستفاف الإقليمي طبعا في متغيرات قراءة المنطقة بعد الذي ترى يجب أن يتم بمعطى آخر تماما وكمالا لايك حبيبي طيب رتوكول الأمريكي الروسي لو أين بذي وصل؟ نحنا لازم نغيب عن بالنا أنه هذا الاتفاق الأمريكي الروسي اللي بلش بالمكسيك وأنت الجينيف واحد جينيف واحد اللي حمل بطياطو إسقاط ثقافة التدخل العسكري وتطبيق النموذج الليبي في التعاطي مع أزميات المنطقة واللي أخذ بعده بعدين سنة ونص أعطيت الأطراف المحلية الإقليمية فرصة لإسقاط النظام السوري باعتبار أن الرئيس الأمريكي مجهول بالانتخابات ومجهول بنتائج الانتخابات وبعمليات التسلم والتسليم ولم يوفقهم يوفقوا بتحقيق هذا الهدف لبل بالعكس التطورات الميدانية العسكرية أدت لإنجاز خرق استراتيجي ونوعي على مستوى السيحة الدمشقية العكس عندما قيل أنه استعمل الكيماوي لإمكانيات ضربة عسكرية انتهت بالشيء المعروف باتفاق أمريكي روسي وانسحاب الطبواخ الأمريكية من مقابل الشطوط السورية هذا الوضع شو عمل رفق المملكة العربية السعودية اللي إلى دور مركزي وأساسي ليس فقط في لبنين في المنطقة أيضا ما فيها تطلع إلى التطورات التي جرت إلا استنادا لقلق استراتيجي عميق إن التطورات حقيقية عميق أولا فشل إسقاط الرئيس الأسد وهذا سيكون له ارتدادات كبيرة ثانيا ما فيه هون يتطلعوا للاتصال الهاتف اللي عمله الرئيس أوباما بالرئيس روحاني نعم ويعلن باش بس اتصل أعلن أنه هو الذي أقدم على الاتصال هادي أهم من الاتصال ما فيه هيدا يقرأ ومعه حق السعودي إنه ما يقرأ قراءة سطحية هيدا بد يروح لتحت الطاولة إنه فيه تحت الطاولة شوط تم أكبر بكتير من حقيقة الذي أعلن عنه ما فيه تطلع تطليع سطحية إلى موافقة الخمسة زائد واحد على التخصيب ضمن إيران وعلى مسألة تسليم بمبدأ البرنامج النووي السلمي ما فيه تطلع تطليع سطحي إلى مسألة بدء الانقلاب الموقف التركي والقطري بمسألة بالإعاز المعروف بمسألة فلنذب إلى الحلوز السلمي وإلى جناف وخلينا نبعد خبر لحتى نلقيت الناس اللي بتعاطوا بسوق القطع وباللعب بالضغط على الليرة السورية ما فيه نتطلع وتطليع سطحي بالحديث إنه أمريكا وروسية اتفقوا وأمريكا بدت دير ظهرها للمنطقة على قاعدة إنه فيه نفط صخري وغاز صخري عنده ما فيه نتطلع وتطليع كل هذا القلق الاستراتيجي هو الذي دفع المملكي لكي تقول أنا أديش أتعاطب لبنان شو يعني عدم التعاطب لبنان يعني أنا لن أتدخل في المحاول السيخ لوقف عملية التدهور لأنه بالترابلوس لو ديسير في استقرار مين المخول أكتر شي مين اتطلع بالماضي على ترابلوس وأعد على الأرض وعمل الاستقرار بش المملكة العربية السعودية بش هي العملة الاستقرار اليوم السؤال المطروح بظل غيبة أصبح ما فيه استقرار هل ستذهب الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لتتصل فيها لكي لا يجب أن يكون هناك استقرار وبالتالي كي يتم قبض الثمن أم لا هذه أمور كل الساحة اللبنانية تحولت إلى ساحة مبيحة ومتيحة للجميع من لا يدخرها يشعر بالقسارة وكل هذا سببه هذا الانقسام العمودي في لبنان هذا لا يحل إلا باتفاع حد أن من الاتفاع من اللبناني عظيم حلو المقاربة داوتا لايس لكن هتين اللهجتين أو بالأحرى لهجة السيد حسن نصرا باتجاه المملكة وباتجاه 14 أدار يلي يعتبروا أن هذا الخطاب الاستعلاء والغرور هذي كيف بتوحد الصف كيف بتبرد الساحات الساخنية هذه ما بردت الساحات ردت الفعل على الخطاب بردت الفعل على الخطاب أو فعل الخطاب يا لأود أنا سمعته للخطاب وأنا سمعته أنا لا شك في رسالي واضحة أني أنا كسيد حسن نصر الله أنا مدرك للتطورات التي طرأت والاستدارة التي وقعت والتي معتبر أن التطورات لمصلحة وحكي أقوى منهك بكثير عند الكادر أنه نحن نتصرنا نعم لا واضح وهذا شغلي وجه يتنظره ليش أنت نعمل إذا قال إحنا نتصرنا مع نية عبي كابير ليش أنا بدي أعتبرها مقابرة أنا قليني أعتبرها وإدرسها على الوجه التالي هل لي مصلحة كالبنان وكطرف آخر بإني أن أوافق على هذه المقاربة أم لا مقاربة الحكومة الجامعة هذا هو السؤال لأنه عمل هو مقاربة بالآخر نسيل كلام بالشكل لإنت إذا بدك المشكل تاخده بعين الاعتبار هو المقاربة الإخلانية بين عدم وجود حكومة بالمرة وفراق وبين وجود حكومة جامعة أي أفضل حتى لو كانت الحكومة الجامعة بدأت تعمل بعض التعطيل بسبب حق الأطراف بالتعطيل ممكن نهدأوها أي أفضل يعمل لك هذه المقاربة أنت ليس بدكش تشوف الزاوية الإيجابية أم تتعمد تشوف الزاوية السلبية على كل على كل أنا كمواطر لبناني ما إلي علاقة أنا مني حزب الله أنا كمواطر لبناني أنا أقول للطرفين أيضا اذهبوا باتجاه الوفاق أنا أطالبكم بالوفاق على أي قائل الوفاق على أي قاعدة على قاعدة أن المدين للوفاق انتظار نتائج الانتصار النهائي لطرفة من الطرفين وساعتها ما تتعاطم عن نتائج يعني هل اقتربت رأيك دولة الرئيس النهائي بسوريا أنا بقول خلال سنة نحنا منكون دخلنا بش بس انتهاء النهائي بسوريا أنا بحكي عن مستوى المنطة في سايكس بيكو جديد بده يرمي بثقله على كامير المنطة يعني بعد أنت ما تنسى في حال انتصر محور الممانعي دولة الرئيس ما تنسى ما تنسى ما تنسى ما تنسى ما تنسى تنسى ما تنسى ما تنسى شو نتحكى بعضها بالموضوع فيه الإمبراطورية الأمريكية وفيه روسية ودولة بريكس ما تنسى لازم الرأي العام يبلش إدركها أولين اللعبة الدخلية مثل ما كانت قائمة رح تتغير كتير أنا أبقلك رح تتغير وعندي قناعة بها الموضوع بشكر ما لطرف هذا ولا طرف هذا ولا بيعني لي إطلاقا بحكي من باب كمواطن كمحلل استراتيجي كمواطن واعي بالمنطقة كقارئ كدارس كمرافق للأحداث أنت قادم على متغيرات استراتيجية هائلة بالمنطقة ومن لا يقرأ هذا هذا يعني أن ما إنعكاس هذه المتغيرات استراتيجية في المنطقة؟ إنعكاس كبير لمن لا يقرأ ولمني لا يلحق الركب الذي يتخلف عن الركب سيدفع ثمن غالي شو يعني كل شيء من اليوم في لبنان لا يلحق هذا الركب؟ مين مش عم يقدر يقرأ هذه المقاربية التي حضرتك يعني هذه المقاربية يعني أنه مش عم يقدر يقرأ ياما أنه بش حابب بعد ومتأمل أنه ما تكونش مضبوطة هذه المقاربية تولد الرئيس يعني هذه المقاربية التي حضرتك عم تحكي عنها هي اللي اعتبرها السيد حسن نصر الله هذا هي الربح والاقتصاد؟ أكيد أكيد أنا ما بعرف أنا ما عندي ما شفت لا يعني بالمقاربية بس أنا بالاستنتاج حسب ما بعرف العاكل يعني إذا عنا إلا إسرائيل إيران تركية في المنطقة إيران دولي من تليل هدى بأسيا النسطة لشرق البحر لابد المتوصف عندما يقصم هذا الشرق دولة الرئيس إلى هذه المحاور ما عم بحكي تقسيم جراسي عم بحكي تقسيم نفوز إلى ثلاثة محاور اليوم إسرائيل، تركيا، إيران يعني بيهدى الشرق الأوسط بدي يفرد هداوي على مدى كذا سنة تماما بالهداوي اللي صارت بعد سايكس فيكو يعني عظيم يعني ما في طم لإسرائيل ما في إزالة إسرائيل هذا الشعار الكبير الذي بنت عليه الجمهورية الإسلامية شعاراتها سقط أيضا لا كمين هايدي نقطة هايدي نقطة أنا رح ذكرك أتذكر يوم أتى أحمد نجات رئيس جمهورية إيران إلى لبنان أتذكر ذيلي أذكره أتذكر أنه بعدما آه طبعا بك تذكره لأنه ستة حرب تموز هي التي غيرت المعادلات بديك تتذكرك دي طيب دولة الرئيس حضرتك لا خبرة خلافة أنا رح وصلك لإله شفت بس فل أحمد نجات منها ونقم الخطاب سيد حسن الصلا أهل ماذا تريد إيران من القضية الفلسطينية إنها تريد ما يريده الفلسطينيون والعرب المفاوضات الدائرة بين الفلسطينية والإسرائيلية اليوم السرية الذي حدد عمره تسعة شهر واللي مر أربعة شهر واللي أبتم بحضور مارتين أنديد رعاية أمريكية ممنوعة يطلع تصريح واللي ذهب العرب بقرار بالجامعة العربية بعد أن طردت سوريا ولم يكن لهذا القرار أن يصدر لو أنه سوريا موجودة ذهبوا إلى أمريكا شو عملوا؟ مضوا على مبدأ تبادل الأراضي مضبوط صح؟ هذه النقطة المركزية بالموضوع الأمر الثاني الخطير اللي صار أنه حماس التي تسربلت بمشروع الإخوان المسلمين وذهبت باتجاه مشروع السلطة على حساب مشروع التحرير أصيبت إصابة استراتيجية بمصر الدولة ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأضيئة الفلسطينية وغزي هذا عطى إمكانية للرئيس محمود عباس أن يذهب ويجتمعوا وكان قرار اعتبار الجناح العسكري ده بحزب الله جناحا إرهابيا تقدمت جائزة طردية للمتشددين لم يستأيروا مقابل إقناء سبيل فلسطينيين أنت اليوم عندك المفاوضات الإيرانية الأمريكانية 5 زي 2 حين بس ردني على الموقف الإيراني من هذه المقارنة واصل لعندك بعد عدة أربع دقائق هذه أهم من كلها لإدك الاتفاق الأمريكي الروسي المفاوضات الأمريكية زي 5 واحد مع إيران اللي أنا بعتقد قطع شوط أكتر من الظاهر بكتير عندك المفاوضات الإسرائيلية عندك جناف اللي بده يأخذ وقته تبع سوريا بالتواكب مع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية هاو نتيجتهم شو هاو بيت القصيد بالمنطقة الذي سيعكس واقعا معين استراتيجيا يفرض نتيجه على المنطقة أميران ستقبل بما يقبل به الفلسطينيون ما بتعترف بإسرائيل ترفض إسرائيل يعني سبقتني كيف تقبل بما يقبل به الفلسطينيون وقبول الفلسطينيين حضرتك مثل ما عم تقول مستوى متدني راجع على الفلسطينيين راجع على العرب شو بتعمل ملكية أكتر من المال عظيم ما بتضل إخلي موقف مبدئي أنا هيك أنا ما بعرف الإيرانيين أنا ما في اتصالات بيني ما بعرف بس أنا استنتاجي الشخصي ها شو بتاخد موقف بتقول أنا ما بعمل علاقات ديبلوميسية مع إسرائيل بس في هدنة مع إسرائيل بكيل بدو يسير أنا أبقل لكيل بدو يسير خذ قلمي خذ هالي على الطاولي أنا على الامتفي أبقل لكيل بدو يسير ترجمة نانسي قنقر